قرير عايز اقول لكم حاجة على الحوار الوطني شوفوا بقى جيد جدا ان الحوار من اللحظة الاولى مزع على الهواء مباشرة بكل الوسائل يعني تفتح التلفزيون هتلاقي الحوار تبص تلاقي ستريمينج على اليوتيوب تلاقي المواقع قاعدة عمالة تك تك اول بول الكل تم دعوته من المواقع والوكالات الصحفية المحلية والعربية والاجنبية دي كلها دي حاجات كويسة جدا مفيش اي مشكلة في الحضور ايا كان من يريد ان يحضر فليتقدم بشرط زي موجه الاستاذ ضياء واكد في كلمته في المؤتمر الصحفي الفكرة هي اللاعب الرئيسي محدش يبقى عاوز الوقتة بنا رايح وجاه لانه هيتم منقشة الفكرة اولا والعرض بتاعها جيدا قبل ما يتقلس ياتك تعال اتفضل سواء اذا كنت فرض او جاه جيد جدا بالمناسبة ودي مسألة تاريخية يعني ده اول حوار سياسي خايدنا استخدمنا كلمة سياسي يتم التوافق على حضوره دون رفض واحد في تاريخ مصر الحديث دون رفض واحد صحيح انه في البعض البعض وده مش عيب من شخصيات عامة او مفكرين او كتاب او 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 تحفظ على المشاركة او الحضور لكن بالمعنى المؤسسي لم توجه دعوة لمؤسسة سياسية او حزبية او حقوقية واحدة ورفضت المشاركة طيب تلاتة بمنتهى الوضوح والجلاء الاخوان برا اللعبة اربعة الاخوان مصرين انه هم عندهم استعداد للمشاركة بالايماء وبالايحاء وبالغمز وباللمز ومش هيحصل خمسة زي بقى ما قالوا صديق اللي اقترف العنف واللي شارك فيه واللي حرد عليه واللي اثنى عليه واللي فكر فيه واللي قيده مش جاي اللي رفع يفطط انا مش عايز الدستور ورفضه وغير معترف بيه مش جاي خلاص قولا واحدا مفيش بعد كده عايز شفافية الحوار قدامك على الهوى وعلى الانترنت على اليوتيوب وحاجة يعني زي الفل عاوز تشارك خش على صفحة الاكاديمية الوطنية واعرض الفكرة بتاعتك بوضوح بتنسيق بدقة هتلاقي نفسك موجود وبالمناسبة اصلا بعت بقالي 3 اسابيع ولسه ما تردش عليه هو برضو زي ما كان بتتكلم النائب اميرة صبر هو فيه فقهة اولويات برضو يعني فيه حاجات تبقى الاهم فالمهم عشان نعرف نشتغل جزء من اللي هيحصل يوم 19 كمان او يمكن في الجلسات اللي هيعملها اذا احتاج مجلس الامناء ذلك ودي حاجة متروكة ليهم بالقطع انه هيتم تشكيل اللجان النوعية يعني هيبقى فيه لجنة لكل موضوع كبير قد 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 ولا تفيد هنا التأكيد ينبثق من اللجان النوعية حاجة اسمها اللجان الفرعية لمناقشة موضوع ما متعلق بالموضوع الرئيسي اللي هيجي بعد كده يلعب في دماغك ويقولك واين الديمقراطية في البلاد قل له قدي الحوار الوطني اين حرية الرأي والتعبير في البلاد قل له اتفرج على الحوار الوطني هتيجي تقول لي حرية الرأي والتعبير اتفرج على الحوار الوطني انا اريد حرية الرأي والتعبير في الصحافة والاعلام ما هو الحوار الوطني معروض ومنشور ومبث ومزاع على الصحافة والاعلام يعني هتلاقيه في الجرائد هتلاقيه في التلفزيونات هتلاقيه على الانترنت المشاركين في الحوار الوطني مجموعة من أقطاب المعارضة زي مجموعة من أقطاب الموالاة والسلام عليكم دول موجود يعني دكتور جودة عبدالخالق قطب يساري عظيم وليس مجرد أستاذا للاقتصاد بل مفكر اقتصادي عظيم ومعارض شرس حياته كده شرس بالمعنى الحقيقي يعني ودي مش عيب بالمناسبة يعني شراسة المعارضة لا عيبة فيها وشراسة التأييد أيضا لا عيبة فيها يعني هي فكرة الدفاع عن وجهات النظر بما يتفق عليه بشكل موضوع يعني بالموضوعية فأكتر من كده نجاد البرعي بالمناسبة يعني ده مثلا أحمد شرقاوي مثلا أمير المصر الديمقراطي مثلا وهكذا المعارضة ممثلة ممثلة موجودة موجودة بنفس النسب بنفس النسب لا مش النسب بتاعة البرلمان خمسين في المية خمسين في المية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حد عايز حاجة تاني عارف أنت التعبير يا بتحدي ليه شو قف حاجة أؤمرنا أؤمرنا دي ليه كلنا لأن الحوار ده بتاعنا كلنا نستطيع أن نشارك فيه كلنا يعني كل من يستطيع القراءة والكتابة ولديه فكرة حقيقية يقدر يشارك يعني ممكن تلاقي المشاركة توصل لـ 80 مليون بني آدم طب 60 مليون لو كل 60 مليون دول عندهم أفكار واجهة مرتبة واضحة موضوعية مفيش أي أزمة على الإطلاق الكل ما دعوه دائما للمشاركة الكل ما دعوه دائما لمناقشة أفكاره وكل الأفكار سوف تناقش مفيش حاجة بتستبعد برضو علشان تبقى فهم أنا بقولك ده من دلوقتي مفيش حاجة هتستبعد خالص الكلام واضح عيانا بيانا في كلام اتقال في جلسة مجلس الأمن الصبح على الهوى لا يرضي الموالاة واتقال أو قد يثير حفيظة الموالاة واتقال وما حصلش حاجة يعني أسئلة كتيرة جات من السادة الصحفيين والمرسلين المواقع المصرية والعربية وغيرها وأسئلة كانت في الجون ومية فل واربعتاشر كثير صدق بيجاوب عادي خالص بس في حاجة واحدة كان فيه أسئلة مش في الجون خالص بصراحة مش في الجون خالص حاجة تحزن برضو على حال الصحفيين الشباني أتمنى أن يكون الحال أفضل من كده لتكون أنا رؤيتي وحشة يعني اللي أنا شفت وده في الأسئلة ما تتسئلش وناس بتسأل أسئلة اتجاوب عليها بدل المرة اتنين وناس بتسأل أسئلة تشي بأنه كأنك ما كنتش قاعد وقاعد بتلعب عن موبايل ودي حاجة ما صحش يعني احنا عايزين الكل سواء إذا كنا احنا الجماعة الصحفية والتلفزيونية صحفية بشكل عام لو سمحتوا احنا كمان لازم نبقى على قدر هذا الحوار وعلى قدر حجمه لازم السؤال يبقى في الجون وبالمناسبة هو السؤال ما ينفعش يبقى قد كده يعني السؤال اللي بالكيل وده ده بيان اسأل كيف مات لماذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته